بكم في اول ويبينار من الويبينارز الخاصة بمشروع المعرفة وبعنوان الاقتصاد العالمي في زمن الوباء من الانعاش الى الاستجابة بشرفنا بالحضور خالد الوزني رئيس هيئة الاستثمار بالاردن وبشرفنا كمان الاستاذة ريمة يونس الخطيب رئيسة مجموعة عمل برنامج امم المتحدة الاممائي سيدة للتجارة واهداف التنمية المستدامة في الدول العربية طبعا دكتور خالد الوزني بنتشرف انه هو عضو الفريق المركزي لمؤشر المعرفة العالمي وهو موجود معانا من سنة الفين واربعتاشر فاهلا بي واهلا باستاذة ريمة وبنشكرهم على استجابتهم انه هما موجودين معانا النهاردة في الويبينار معاكم هاني توركي اللي حدير الجلسة وانا بشغل منصب مدير مشروع المعرفة. زي ما قلت لحضراتكم ارشادات في البداية بسرعة حضراتكم لو هنبدأ زي ما هو الاجندة الخاصة بالويبينار المحور الاول هياخد عشر دقائق ثم المحور التاني خمس دقائق والمحور التالت هياخد خمستاشر دقيقة ثم جلسة حوارية اسئلة واجوبة بالنسبة للحضور في عندكم على اليمين في جزء خاص بالاسئلة ممكن حضرتك تكتب السؤال بتاعك واحنا على طول هنجاوب عليه بالترتيب وفقا المكتوب من الاسئلة. طبعا هنبدأ دلوقتي بالنحور الاول وانا بدعو فيه دكتور خاد الوزني واستاذة ريمة للاجابة عليه. العالم شهد حوالي او العديد من الازمات الاقتصادية نقدر نذكر منها خمسة على سبيل المثال آآ ازمة الاقتمان في عام اتنين وسبعين واللي اثرت كتير على آآ المصارف في انجلترا ثم الكسادي الكبير اللي هو صنف ان هو اعمق واطول انهيار اقتصادي في تاريخ العالم الغربي الصناعي آآ ويمكن بلى وفي زروة الازمة في عام تلاتة وتلاتين كان عدد العاطلين عن العمل في امريكا بتروح من تلاتاشر لخمستاشر مليون آآ شخص. ويمكن ده اللي كان بيطلق عليه او احد اسبابه الثلاثاء الاسود آآ ثم صدمة الازمة التالتة او اللي هي صدمة اسعار النفط عام تلاتة وسبعين آآ وكانت الازمة الرابعة في عام سبعة وتسعين اللي هي ازمة النمور الاسيوية آآ ثم اخيرا الازمة المالية العالمية اللي هي آآ كانت بسبب انهيار سوق الاسكان في الولايات المتحدة واللي بيعتبرها الكثير من الخبراء انها الاسوأ منذ الكساد الكبير. الكتير في الحاجة المشتركة او الحاجة الكتيرة اللي موجودة في الازمات دي هي العدم التعامل او ايضا القرارات اللي بتتخذها الحكومات والتي ادت احيانا الى تفاقم الازمات. احنا دلوقتي في آآ موجودين مع ازمة بسبب آآ الوباء واثر على الاقتصاد العالمي. فسؤالي لدكتور خالد والاستاذة ريمة آآ كيف سيؤثر الوباء او كيف اثر الوباء على الاقتصاد العالمي والشراكات والتمويل وهل الحكومات هتكون قادرة على الاستمرار في دعم مشاريعها التمويلية والتنموية ولا احنا بدأنا نشوف بعض القرارات اللي ممكن تؤثر باستم او تؤدي الى زيادة او استمرار الازمة. دكتور خالد تفضل. آآ شكرا دكتور هاني آآ على الاستضارة الكريمة وانا بتشرف ان اكون آآ معكم اليوم وكنت دائما آآ وما زلت آآ سعيد باني جزء من الفريق المركزي الى مشروع المعرفة العربي. وكل الشكر والتقدير ايضا لمؤسس محمد بن راشد المكتوم للمعرفة اللي آآ آآ ايضا تحتضن هذا المشروع العربي القومي العالمي الحقيقة بكل معنى الكلمة. آآ آآ اليوم في الخمس دقائق اللي آآ آآ معي عشان اعطي ريمة كمان مجال آآ 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 تقدم آآ ما ما لديها. بدي اطلع على الصورة العالمية في اطار آآ 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 كورونا كما نسميه عندنا بالأردن. آآ آآ الصورة العالمية اليوم برغم قتامة آآ آآ المشهد العام لا اني ما زلت انا آآ 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 واريد ان اقول ذلك من البداية متفائل بانا سنخرج ان شاء الله اقوى من آآ آآ ما بدأنا. لكن اليوم لما تطلع ع الدراسات العالمية الووكسي دي واللونحتات وغيرها من المؤسسات الوالدبانك تتحدث عن ارقام آآ 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 مفزعة الحقيقة في آآ 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 انتفاض الناتج محل إجمالي على مستوى العالم بين ثلاثة في المية لا تسعة في المية. نتحدث على ناتج عالمي يزيد على 91 بريليون لما نتحدث عن 10% منه نتحدث عن نبلغ كبير لكن الفروقات هي بين دولة وأخرى بتعاملها مع الحدث ونسبة تأثرة فيه لكن نتحدث بحده الأقل 3% وحده الأعلى حوالي 9% يعني ما يزيد عن 900 مليار في وجهة نظري بالأثر الكلية لكن تمام بطلع على الصورة العالمية لتدفقات الاستثمار الخارجي الصورة أكثر قتامة لأننا نتحدث عن انقفاض يصل بين 30% إلى 40% في ظل أزمة الحقيقة تتفاقد اليوم ويقال أن هذا الأثر أكبر بكثير من الأثر اللي تفضل فيه الدكتور هاني اللي هو الكساب العالمي الكبير بين سنة 29 و 31 واليوم نتحدث عن 30% إلى 40% من 390 مليار وبالتالي نتحدث عن شيء بين 500 إلى 600 مليار دولار أمريكي في انخفاضات استثمارية لا أقول أنها غير موجودة لكنها لا تستطيع أن تدخل إلى الأسواق أو أن تستثمر فيها في ظل حالة عدم التأكد التي يتسود العالم اليوم أيضاً التريد التجارة العالمية أقل تقدير للانخفاض خلال الشهرين اللي فات وقرأته بيتحدث عن 50 مليار دولار لكن حتى بالنسب أقل نسبة للانخفاض في التجارة العالمية رصدت بحدود 13% وأكثرها بحدود 32% وهذا رقم ضخم لما نتحدث عن التجارة العالمية القطاعات في العجالة أكبر قطاع تأثر هو القطاع السياحة كما هو معروف لكن الأهم منه هو القطاع النقل اللي تأثر بشكل كبير سواء من النقل الجوي أو البري وخاصة أو البحري حتى وخاصة ما نتحدث فيه بانتقال الأفراد اليوم التجارة العالمية تواجه خطر حسب دراسات الأونكتاب والأو إي سي بي بتتحدث عن تحديات تتعلق في الحفاظ على العمل أو البيزنس كونتينيوتي في تسهيلات التجارة في التمويل تمويل عمليات التجارة وفي الاحتفاظ بسلسلة الإمداد والارتفاع الكبير بكلف التجارة اليوم عما كانت عليها اليوم إحنا كما يقال أمام أكبر جائحة أثرت على تدفقات استثمارات الأجنبية واتقالها بين دول العالم المختلف تراجع عوائد كبيرة في الاستثمارات تصل بين 30% لميتين في المية في بعض الاستثمارات خسرات كبيرة ويمكن شفنا شو صار في موضوع النفط الانخفاض الكبير والوصول إلى أرقام سالبة لشراء النفط في فترة من الفترات اليوم الأجل القصير أريد أن أختم بآخر دقيقة أن أقول الأجل القصير واضح أنه الأثر عميق وكبير ومؤثر نحكي 3 إلى 9% في نقشة عن محل الإجمالي حوالي 40% في الـ FBI حوالي 30% في التجارة العالمية لكن الأجل القويل والمتوسط يعتمد بالشكل كبير على استمرارية الأزمة وعلى عمقها من دولة إلى أخرى وأنا بشوف أنه اليوم كل الدول بلسك تتحدث عن أنها وصلت البيك الدروة وبدأت بالانخفاض وبالتالي أنا يعني متفائل أن الأمور بدأت تظهر بأنها يجب أن تنحسر وأن نتجه إلى استمرارية العمل أريد أن أختم بأن أقول بأن التعامل مع المرض وأثر أو الوباء وأثر على كل دولة يراعي خصوصية كل دولة والطريقة التي تعاملت معها اليوم الأردن صحيح من الدول التي تسجل لها نموذج في التعامل مع الأزمة لكن الخوف دائما أنه عودت الأزمة إليها من الخارج من القادمين من الخارج بسبب عدم انتقال المرض إلى العديد من الناس قد تكون أيضا معرضة لمزيد من المشاكل لكن بكل وضوح أنا أعتقد أنه لا نستطيع أن نغلق الاقتصادات أكثر من ذلك وعلينا أن نتحمل أو أن نتوسع بهذه العمل والعودة إلى التطاعات الاقتصادية لأن لا نستطيع أن نستمر بهذه الإغلاقات شكرا شكرا دكتور خالد أستاذة ريمة لو حضرت عندك إضافة وأيضا في السؤال أن في العديد من الدول بتعتمد وخاصة الدول العربية على التحولات التحولات دي إزاي في ظل الأزمة هتتضفق وبأي مبالغ وإزاي الدول هتتأثر بالأزمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي شكرا شكرا دكتور هاني الحقيقة أنا بدأت شكر دكتور خالد الوزني على هذه المقدمة الكيفية والوافية ونحن محظوظين أنه أنا محظوظة شخصيا أنه شارك معه لدكتور خالد بمرة تانية بإيفنت من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة كان إلى الشرف أن يكون معه للأسف بأوقات كانت أفضل كنا شخصيا في لما أطلق الاندكس تعال وكنا عم نحكي بوقتها ومتفقلين بالتجارة وكيف ستساهم التجارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني للأسف التأينا بهذه الظروف لكن كمان مثل ما قال بالتحضير دكتور خالد وزني بأول فقرة سنضع الواقع والأرقام مثل ما بشكل ممتاز سرد دكتور خالد وزني وحنجع ننتقل للتفاقل وحبين نترك الأخوة والأخوات اللي عم بيتابعوا معنا الوبينار مع بعض التفاقل للمستقبل في شغلي بحب زيدة الحقيقة باللي اللي ذكروا دكتور خالد نحن لما عم نطلع عن الأثر تاع الجائحة حيأثر على عام 2020 عبر ست محاور أساسية أول محور اللي شرحوا بشكل رائع الدكتور اللي هو أثروا على التدهور والتراجع الاقتصادي فإذن ستواجه مثل ما قال صندوق النقد الدولي بآخر تقرير اللي طلعوا تقرير أفاق الاقتصاد العالمي اللي تم في تعديل كافة أرقام سيكون هناك واحد تفعة من عشر دول سيكون النمو سلبي ولكن يتوقع صندوق النقد أن تختلف الصورة بالقسم الأخير من العام 2020 ويتوقع أنه تكون الريكوفر كتير سريعة عادة نحن لما بثير في عنا انهيارات اقتصادية نحتاج إلى حوالي 18 شهر يعني سنة ونص تيرجع الاقتصادي قلع لكن صندوق النقد الدولي بيعتبر في حالة سيناريو قدرنا نحتوي الوباء وبالتالي حنقدر نشاهد على العودة السريعة طبعا هذا الشي بيعتمد مثل ما قال الدكتور على شو حتاخذ الحكومة إجراءات هذا هذا أولاً تانياً تانياً هناك هناك مخاطر على الصعيد السياسي هناك خطر سياسي محلي وعالمي يعني لدينا ويجيو الوباء أو في حال كان هناك اعتراضات على الطريقة لتنفي التعامل مع الجائحة والوباء وهناك الخطر الأكبر الجيو سياسي مثل ما شفنا وبس الحمد لله نحلت بين المملكة العربية السعودية وروسية اللي أثر بشكل فاضح على أسعار النفط واللي هو للأسف منطقتنا غير الأثر السلبي اللي جاي من الوباء عمنا الشاك الثاني اللي هي انخفاض الشديد مثل ما قال الدكتور بأسعار النفط لوصفت بأمريكا لحدود سلبي المحور الثالث هو وإلو علاقة بتوقع وجود أسعار فائدة منخفضة جدا جدا حول العالم وقد تستمر مما سيعمل ضغوط على البنوك والمؤسسات المالية طبعا هذا من ناحية مفيد لإعادة نمو الاقتصاد لكن من ناحية تانية قد يقدم ضغوط على القطاع المصرفي من حيث القدرة على خلق المال والقدرة على الربح والبقاء والقدرة على تغطية الخسائر المليون المتعثرة لأنه بالحقيقة في كتير شركات لما يرجع تخلص الوباء ما حتقدر تكمل وبالتالي برغم من التوقع بالمساعدات الحكومية النقطة الرابعة الخوف كل الخوف وأظن سنحكيه بمرحلة لاحقة عن ماذا سيحدث على ثلاثل القيم هل ستتجه الدول إلى الانغلاق هل سيحدث هناك منع أو عكس للتجارة الحرة أنا شخصيا ما بعتقد هذا الشي حيث لأنه بيخسر الجميع وخصوصا لما صار الكساد الكبير تعلم أظن الدول أنه اقتصاد منفتح والمحافظة على التجارة أساسي للعودة للانتعاش الخامس الخامس موضوع الأساسي هي بخصوص التكنولوجيا واللي هو إلو علاقة الأساسية بموضوعنا المعرفي حنلاحظ تطورات كبيرة على ناحية الفاكسين وإيجاد علاج ونرى كيف ممكن يحدث بسنوات من المتوقع أن يحدث بأشهر بحسب التطور التكنولوجيا الرائع والسريع واللي يحدث وأخيرا ماذا سيحدث فيما خاص الإكناميك الإنفايرمنتل سوشل والكوربورت غورنر اللي يعترف اللي يعتمد التعبير إي أس جي عليها هل سنصل إلى مثل ما يطلب صندوق النقد الدولي ورئيسته أنه لما هنرجع نعطي بعض مساعدات خلينا نستغل هالفرصة ونوجه المساعدات نحو الاقتصاد الأخضر نحو الاقتصاد المحب للبيئة هل هنقدر نعمل هيدا الشيء ولا لأنه باكتو نورمل ما بقى يعني لأرجح أنه لن نعود إلى ما قبل الوباء هنالك فرصة ذهبية للاستفادة من هيدا الشيء وطالما صندوق النقد الدولي وكل الدول وكل المؤسسات التمويل ستضخ ملايين ومليارات وتريليونات الدولارات لإعادة النمو الاقتصادي إذا إذا تخذ قرار جميع على مستوى كل الدول أنه هذا ضخ الجديد سيصبح أو سيكون بخلفية اقتصادية تنموية مستدامة اجتماعية أظن سنصل إلى عالم ما بعد كوفيد دينتين أفضل من ما قبل إن من ناحية القدرة على مجابهة هيك خطر كبير بالمستقبل يعني الأرجح أنه لا سمح الله سيرجع يصيب أولادنا في المستقبل دائقة طبية سيكون العالم قادر على التعامل معه بشكل أفضل يعني هذا على كل حال شعوري أنه سيصير فيه شغل على هذا الموضوع وأظن بكفي بهذه النقطة ونترك المواضيع الأخرى وأنا بس حاب أقول للأخو والأخوات اللي معنا أنه أنا كثير سعيدة ومنتظرة بحماس أسئلتهم تعليقاتهم لأنه بالحقيقة نحن بحاجة لنسمع صوت الشباب والصبايا لأنه هن المستقبل ولأنه أي خيار حنعملوا نحن أو الأشخاص حاليا بموقع المسئولية حيأثر بشكل أساسي على حياتهم فأنا بحب أسمع منهم شو هي مخوفهم شو هي اقتراحاتهم يعني بتمنى أنه نخصصهم وقت كيف تنقدر نعرف منهم هواجسهم وأسئلتهم شكرا كتير دكتور هاني لإتاحة هالفرصة لألي شكرا أستاذ ريمة وفعلا هذا سلق من الأسئلة فعشان كده نحن نحاول نختصر في الإجابات عشان نقدر نجاوب على الأسئلة الخاصة بالحضور ويمكن أسئلة في مواضيع متنوعة كتير وخاصة بالوطن العربي المحور التاني برضو وربط بكلام حضرتك ويمكن وإحنا بنحضر للويبنار حضرتك ذكرتنا مصطلح الإغلاق العام الكبير ويمكن ده مصطلح تم إطلاقه في الأونة الأخيرة على الأزمة ونربطه بسؤال حضرتك بالمحور هل سيتم إعادة توجيه التدفقات وإمامات التجارية وإيه هو مستقبل سلاسل التوريد أو سلاسل الإمداد ومع حضرتك خمس دقائق فقط شكرا دكتور هاني الحقيقة أنا حأخذ أقل من خمس دقائق لأنه بعض الأمور تطرقت بكلمتي الانترو دكتشن الإغلاق العام الكبير هو تعبير استخدمه صندوق النقد الدولي لا يحاول يشوف الإمباكت اللي عمله كفض على الاقتصاد وقال أن هذا أسوأ ركود تعرضني من الكساد الكبير وبالتالي سيتجاوز ما جرى بتداعيات الأزم المالية العالمية التي ذكرتها من 10 سنوات ومثل ما ذكرنا سيكون النمو ببعض السيناريو سيكون العالميا مينس 3% ويختلف من بلد إلى بلد لكن القليل القليل من الدول ستتمكن أن تكون تحافظ على الإيجابة بين الصين اللي حتقدر أن تحافظ على نمو متوقع على 20-20 ب1.2% في حين أنه كان النمو المتوقع تاعة 6 وبالتالي ستنخفض 5% لكن ستبقى بالإيجابة ويتوقع أن تقدر بشكل سريع أن تقدر تعاود النمو على 9.2% ب2021 21-21% هذا هذا طبعا مبني على سيناريو عمله صندوق النقد الدولي لأول مرة بتعاون مع أطباء وخصائيين بالأمراض الوبائية وبالتالي السيناريوهات التي وضعوها لأول مرة ليس بس ماكرو اكناميك اناليسيس يكون ماكرو اقتصادي ولكن كان بتعاون مع أطباء لأن الأزمة بأساس أزمة طبية وهذا الشيء في حال يعني تمكننا من احتواء الوباء يتوقع أن يكون الانتعاش سريع وسريع جدا فهذا شغلي من الاشياء الإيجابية فيما خاص موضوع اللي ذكرته حضرتك بالتريد فلوز وكيف هيكون في الفيوتشر الاخري في عنا مشكلة مالية وهذا المشكلة المالية الوطو منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اجتمعوا من تقريبا ب24 أو 25 شهر يعني تقريبا أقل من 10 أيام وطلعوا بيان مشترك طلبوا فيه من كل الدول أن لا تضع عراقيل على تجارة المواد الأساسية الطبية أو المواد الغذائية الأساسية وطلبوا كمان من الدول النامية اللي عم بتعاني من قدرة على التمويل لأنه من أحد الأسباب الأساسية اللي حتأثر عليها هيدا المشاكل هي تدهور أسعار الصرف تدهور أسعار الصرف عن كل الدول اللي ما عندها عملات عملات دولار أو يورو أو يان اللي ما عنده العملات الدولية تقدر يمول التجارة بمعظمة بالدولار الأمريكي وبالتالي الدول اللي ما عندها القدرة بالحصول على النقد الأجنبي حيكون في عندها غير أنه مشاكل يعني في بعض الدول اللي عملت منع التصدير فتصار في تذكير من قبل من قبل منظمة التجارة العالمية أنه يسمح بحسب قوانين منظمة التجارة العالمية يسمح بتوقيف التصدير بحالات لما البلد بيوصل للمخزون طاعه للخطوط الحمر فقط وبالتالي طلبة منظمة التجارة العالمية من الدول استخدام هيدا السماح بتقييد التصدير فقط في الحدود مش ليعملوا تخزين فائق عن حاجتهم وبالتالي إذا سارت البلد عم بيثكر وعم بيترك المواد الأولية عنده هيعمل مشكلة كبيرة بسلاسل التوريد العالمية وحيصعب القدرة على حماية الأرواح في حال عدم وجود الأدوات الطبية المطلوبة وسيؤثر على تأخير العودة إلى النمو الاقتصادي عند انتهاء الأزمة الصحية بشكل الثريع أنا هدول هن الأشياء اللي بحب أذكر شكرا أستاذ ريمة يمكن الحضور لو ما يعرفش إن إحنا في مؤشر المعرفة العالمي وضعت منهجيته منذ عام 2017 وإلى الآن أصدرت منه ثلاث نسخ نسخة عام 2017 ثم نسخة عام 2018 ونسخة عام 2019 المؤشر بيحتوي على ست قطاعات معرفية بالإضافة إلى البيئات التمكينية بنتعامل مع هذه القطاعات كأنها وحدة واحدة بتتكامل مع بعضها البعض ويمكن كتير من اللي بيحصل دلوقتي إحنا واخدينه في الاعتبار في المؤشر عندنا خاصة البنية التحتية التكنولوجية ومدى تخطية الانترنت داخل البلاد أو مدى كفاءة الحكومة في استخدام التكنولوجيا وأيضا في قطاع الاقتصاد ممكن دكتور خالد قدرى واحد بي إن إحنا اتكلمنا على التنفسية المعرفية والانفتاح الاقتصادي والاقتصاد الإبداعي والتبادل التجاري ممكن كلها عوامل هتأثر علينا أو دلوقتي فإزاي دكتور على فهم التأثيرات الخاصة بفيروس كورونا وعلى اقتصاد المعرفة في المستقبل شكرا دكتور هاني ومرة تانية يعني أستاذ ريمة الحقيقة غطت الكثير من الممكن واحد يهتم بالحديث عنه اليوم كما تفضلت مؤشر المعرفة العالمي يكاد يكون غطة في قطاعات الستة زائد البيئات التمكينية كل ما يمكن تفكير فيه من آثار لها علاقة ب كوفيد 19 و الإسقاطات وعلى القطاعات المختلفة وإحنا عارفين يمكن أكبر قطاع اليوم كان الناس كلها بتفكر في آثاره قطاع التعليم وقطاع كما تعلم دكتور هاني ويمكن بعض الحضور معانا اليوم يعرفوا أنه مؤشر معرفة العالمي في ست قطاعات ثلاثة منهم كانت تعنى بالتعليم اللي هو التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي فهؤلاء أو هذه القطاعات الثلاثة أنا بأعتقد سيعاد تصنيفها اليوم بعد كوفيد 19 خاصة لما نطلع على نتائج الالتحاق أو الإتمام أو النواتج أو حتى البيئات التمكينية اللي بيغطيها المؤشر بشكل الواضح اليوم التعليم عن بعد كان هو سمك العصر يمكن في كل العالم وبالتالي الانتقال الافتراضي إلى المنازل سواء كان تعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي قضية مهمة وبالتالي أيضا الانتباه إلى أن التعليم التقني والتدريب المهني قضية أصبحت تحتاج إلى وقفة وبالتالي أنا أعتقد نتائج مؤشر معرفة العالمي ستعيد ترتيب الدول في هذا البجال بقدر ما أشارت إلوريما بقدر تعاملها مع معطيات كوفيد 19 يضاف إلى ذلك اليوم قبل ما أروح للموضوع الاقتصادي موضوع تكنولوجيا المعلومات الاي سي تي والاتصالات وموضوع البحث والتطوير والابتكار طفى على رأس القائمة إذا صح التعبير واليوم دول حلت الكثير من مشاكل ال physical distance الابتعاد الجسدي إذا صح تعبير بيش نسميه الاجتماعي لأنه بدنا social distance لكن بدنا تباعد جسدي حتى نحفظ الأشخاص هذا التباعد تم حله من خلال تطبيقات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الناس داخل بيوتها من خلال الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو الانترنت أو التغطية المختلفة للأبليكيشنز أو الأبليكات الذكية اليوم أيضا مؤشر معرفة العالمية اللي بيغطي 132 متغير مختلف في كل القطعات ممكن نفكر فيها سيبرز بشكل واضح الدور الدول في التعامل مع COVID-19 وإعادة ترتيبها بين الفترة والأخرى في كافة المجالات سواء كان التعليم أو البحث أو تكنولوجيا معلومات أو الاقتصاد اللي بدي أجد أتكلم فيه شوي للدقيقتين اللي معي الاقتصاد اليوم إحنا غطينا فيه البيئات التنافسية وغطينا فيه بشكل واضح لانفتاح الاقتصادي وقد بشوي كانت تريمة تتحدث عن موضوع تسهيلات التجارة وغطينا فيه موضوع التمويل والضرائب اليوم أنا بعتقد أنه في الموضوع الاقتصادي سيتتغير ترتيب الدول وفقا لتعاملها مع تحدي COVID-19 سواء في قصة سهولة مزاولة الأعمال أو إنفاذ العقود أو حتى استقطاب رأس المال الخارجي أو ال-FDI بالإضافة لموضوع تأثير البيئة العالمية أو التنافسية للدول محلية يعني توسعة بالاستثمار المحلي قبل ما تطلع إلى الخارجي حتى وتوفر التمويل المناسب وتدفقات رؤوس الأموال ما أريد أن أشير إليها إذا منطلع على هاي الأمور بشكل متكامل في شأن الاقتصاد برجع بفكر بصوت عالي في موضوع المشاريع الصغيرة المتوسطة أو حتى متناهية الصغر التي تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى سياسات مختلفة واليوم الكرفع لها عالية في ظل COVID-19 اليوم التوسع في الاقتصاد المعرفي ودور المرأة في هذا الاقتصاد علماً أنه في المنطقة العربية مساهمة مرأة منخفضة موضوع العمل للحساب الخاص المهن المختلفة اللي غطاها التدريب المهني والتعليم التقني في المؤشر موضوع اللي أشرت لوريمة في تسهيلات التجارة وأنا حضرت مجموعة العشرين الأخيرة من خلال الاتصال عن بعد لأن الأردن السنة جزء من مجموعة العشرين كضيف بعته السعودية إلى هذه اللقاءات وأنا عضو في لجنة للتريد أن إنفستمت بحضرها باستمرار بمثل الأردن كان الحديث بشكل واضح عن ضرورة تسهيل التجارة والتبادل التجاري لا بل إعطاء حوافز إضافية للتجارة البينية بين الدول للتعامل مع الخاتمة الخاتمة اللي أقول هذا اليوم هناك virtual mobility of capital and human being human mentality اليوم فيه انتقال افتراضي للقوة البشرية وطاقاتها العقلية والإبداعية وانتقال لرؤوس الأموال افتراضية معامل وسائل التسويات المالية عن بعد المختلفة على الدول اليوم أن تنظر إلى نفسها وفق مؤشر معرفة العالمي بقطاعاته الستة بالإضافة للبيئات التمكنية على أنها قادرة على أن تنعش اقتصاداتها إذا لم تحصر نفسها فقط في مكافحة الأزمة الصحية أو البيئية بل بالعكس عليها أن تعمل على المسار الآخر مسار الاقتصاد وتنمية التعليم والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلمات داخل هذه الاقتصادات شكرا شكرا دكتور خالد يمكن السؤال اللي بيهم الشباب والكتير من الحضور دلوقتي ويمكن ده أنا حقتم بالسؤال ده وبعد كده نروح لأسئلة الشباب والخبر الحاضرين هل الحكومات دلوقتي بتخطط للحفاظ على الوظائف اللي موجودة عندها ولا هي بس بتخطط للعبور من الأزمة صحيا وأنها بتوجه معظم مواردها للجزء الصحي وعبور الأزمة أستاذة ريمة ممكن تردي على السؤال باختصار أجل الحقيقة الهيدا كان بصلب اللي تويفقوا عليه الدول بصندوق النقد الدولي عادة صندوق النقد الدولي ما بيحب إن الحكومات تصرف أكتر بنسبة معينة بتحب إنه يكون فيه يعني عادة لأنه بالحكومات خصوصا اللي عندها مصاريف أكتر من مداخلة وعندها عجز هناك على طول نسبة معينة من العجز للناتج المحلي ما بتحب صندوق النقد الدولي إن الدول تتجاوزوا لكن بتصريح واضح وطريح من رئيس صندوق النقد الدولي طلبت من كل الدول أن تقوم بالتالي تخفيف الأثر المالي عبر تحرك سريع ومنصق أولا لدعم النظم الصحية ولتخفيف الآثار السلبية وتخفيف عدد المصابين والوفيات اثنين تقديم مدفوعات مباشرة للأثر لأول مرة بتاريخ المنظمات المالية الدولية هناك حديث عن ضرورة القيام الدولي إنه تعطي مصار للعالم اللي سمعنا منه حكي من قبل على تعبير الدخل للجميع لما كنا عم نحكي عن الثورة الصناعية الرابعة وكيف هناك سيكون اختفاء لعدد كبير من الوظائف وبالتالي سيكون عندك روبوت وحيكون عندك الإنسان قد يصبح العديد من القوى العاملة من دون شغل ومن الصعب ومن الصعب إيجاد بديل وكان التفكير في الدخل للكل بحد أدنى لا يحافظ على كرامة الإنسان يقدر ياخذ المسكن ويقدر يعمل الأكل الأشياء الغذائية الحقيقة هم نشوف هلأ كل دول معظم دول العالم حتى العالم الفقير اللي كان بحياتهم ما يعطوا ما كان عندهم هال social safety nets عم بيدخلوا وعم بيعطوا مدفوعات نقدية للأسر الأكثر فقرا ولقاين بعد الدول مثلا مثل الفلبين عطيوا لكل العالم ما كان عندهم القدرة الإحصائية أن يشوفوا من هو الأكثر فقرا إلى آخر فعطيوا للكل وطلبوا من الأشخاص اللي ما بدون هيدا المساعدة من الدول يكتبوا على الباب أنه لنحن لم يحاجة لأموال أعطوها لحد ثاني والحقيقة أنا لما عرفت بهذا الموضوع تأثرت كثير أنه بهال لحمة الاجتماعية التي رأيناها في أشياء إيجابية عم نشوف عم نشوف العالم تتعادض مع بعض عم نشوف الناس حتى اللي متوسط حالة عم بتساعد اللي مثله واللي أفقر منه عم بتساعدوا جيرانهم يعني مثل ما قال الدكتور تباعد جسدي وليس سوشل دستنسين وطلب كمان الصندوق النقد الدولي أنه ينعطى قروض صغيرة الأجل لمؤسسات الأعمال بشكل سريع لتسمح لأن تحافظ على موظفينا بأكبر حد ممكن لكن الحقيقة هذا الشي مفيد للاكتصادات اللي عندها إحصاءات اللي بتقدر تعرف شو بنعمل بالأشخاص اللي بيشتغلوا بالقطاع غير الرسمي بالأشخاص اللي بيشتغلوا على الساعة بالهدول اللي هني أكثر فقرا أصلا كيف بدنا نوصلهم يعني هون مشكلة كبيرة مشان هيك لازم يكون في تعاون مع الحكومات مع المؤسسات الأهلية لازم بعدة محلات نجحوا بس لكن برضو يعني نحنا هناك توقع مثل ما قال من 3 مليار عامل بعيد العمال تلعوا الخبر أنه للأسف نصف هذه العمالة هي خطر نصف 3 مليار عامل ممكن يخسروا وظائفهم على المدى القريب هل هنقدر نعيد النمو الاقتصادي بشكل يرجع يعيد هايدي الوظائف الحقيقة هايدي يعني بدنا ننطر لنشوف كيف حتتطور الأمور لنشوف كيف الحكومات حتتصرف وكيف حتكون صحيح رئيسة الـ IMF قالت ادفعوا 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 قد ما بتقدروا شوي اكتر ما بتقدروا لكن قالت شغلة كتير مهمة خلوا الوصولات يعني لأنه نحنا كمان شفنا بحالات سابقة في ناس غير مستحقين يأخذون هذه الأموال إما لقربهم من من أشخاص معينة في السلطة وتصل لا تصل الأموال إلى الأشخاص المستحقة هذا خوف كبير هذا خوف كبير برجعنا لموضوع الـ وبرجعنا لموضوع المسؤولية الاجتماعية وللفساد والشفافية ولمواضيع أخرى كتير شكرا شكرا أستاذة ريمة قبل ما نجاوب على الأسئلة الحضور أنا حابب أن أنا أشكر التيم الخاص بمشروع المعرفة أنتوني فخوري وستفاني اللي هما تعبوا في موضوع الـ وتحضير للـ الـ ويبنار وسيرين وديانة في الجزء الخاص بالكوميونيكيشن وتحضير الجلسة فبشكرهم جدا على مجهودهم معنا وفي بناء على كلام حضرتك وبناء على كلام دكتور خالد الوزني الشباب العربي قدامه فرصة كبيرة لما بعد كورونا أن سوق العمل حيبقى مستعد أو مستني الشباب الجاهز اللي هو يقدر أنه ينافس ويجد مكانه في سوق العمل أنه سوق الوظائف حتكون ممكن تكون نادرة مهارات معرفية عالية ودي فرصة للشباب العربي أنه وهو دلوقتي يقاعد في البيت يستغل للوقت وأنه هو يتعلم أكتر وأنه هو يجهز نفسه أكتر لما بعد كورونا أول سؤال جالنا من الحضور هل ستقوم الشركات باستغلال الأوضاع الحالية وتقوم بتقليل النفقات على حساب الأعمال وتقلل المخاطرة بالتمويل بناء عليه ده سؤال دكتور خالد تفضل في البداية يمكن لاحظنا أنه هذا سؤال مهم ليش لأنه اليوم العالم انتقل مرة أخرى لدور جديد للدولة في ظل الجائحة إذا لاحظنا كل دول العالم الرأسمالية والاشتراكية ومهما كانت مدارس الفكر التي تتعامل معها تدخلت في السوق بطريقة أو بالأخرى وقامت بفرض قواعد جديدة للتعامل مع العمالة وللتعامل مع عاليات العمل لا بل تدخلت حتى في حرية انتقال رأس المال بالفوائض النقدية في البنوك وما شاء أنا قرأتي نعم رأس المال في الآخر سيبحث عن وسائل لتخفيض الكلف المختلف خاصة إذا استمر التوقف وهون تيجي كما أشرت أنا قطاع السياحة التي تأثر بشكل كبير واللي سيؤدي يمكن زي ما حكت السادة رينا إلى فقدان وظائف بشكل كبير لكن أنا بأعتقد أيضا هنا بيجي دور الدولة في مثل هذه المراحل الذي يجب عليها أن تتدخل لمنع تغول رأس المال على العاملين بمفهوم أن لا تهضم الحقوق ولكن أيضا أن يدعم رأس المال ليستطيع أن يستمر يعني أن الوازن بين أن رأس المال كمان لا يستطيع أن يدعم الأفراد بشكل كامل وإلا سيفلس ويغلق وفي نفس الوقت العمالة بحاجة إلى دخل يمكنها من العيش والاستمرار وهن بيجي دور التدخل الدولة في وضع التوازن المناسب لاستمرار الحياة ويمكن زي ما حكت السادة ريمة إحنا بحاجة لسبل لإنعاش الاقتصادات وعودتها للعمل وليس حجزها وراء البعد الصحي فقط أنا بقول ما بيصير أنه يعني يصبح الاقتصادات رهينة من يصاب بالكوفيد 19 بعد ما يتم الانتخاذ طبعا كافة الإجراءات لمنع انتشار الوباء بشكل أو بآخر في سؤال دكتور خالد جاي لحظاك مخصوص وأرجو الإجابة عليه سريعة جدا من سؤال دكتور خالد هل كان أمر الدفاع رقم 6 محفزنا لإقتصاد والمستثمرين خاصة الجميع تحدث عن ضرورة زيادة الإنفاق سريعة جدا سؤال مخصوص للأرجن يعني أمر الدفاع عمل سجون كبيرة في الاقتصاد الوطني لكن أنا بعتقد هو اجتهاد من الحكومة لضبط السوق وأعتقد أن الحكومة الآن تعالج بعض الآثار السلبية التي فهمت من القرار واللي بيجبر المؤسسات على دفع الرواتب بنسب معين أو الإغلاق بنسب معين أنا بعتقد تم إعادة النظر في الموضوع ولن يؤثر بشكل سلبي إن شاء الله أوكي أستاذة ريمة كم سيدوم تأثير الوباء على الاقتصاد يعني هيدا سؤال المليون دولار اللي يعرف الإجاب يعطيني تتأرقام لللوتو الحقيقة هيدا بده تنجيم بده تنجيم لازم حد ينجم صحيح الحقيقة صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي عم يتوقعوا بأحسن الحالات أنه يبدأ تبدأ الدول مثل ما حد مع الصين بالعودة تدريجيا وسيبدأ التحسن في النصف الثاني من 2020 يعني كل التوقعات التي أعطاكم دكتور خالد وأعطاكم إياها أنه سننزل إلى مينس 3% عالميا هي على أساس أنه في الفصل الأخير من العام تقريبا يعني نحن 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 من بعض حزيران ونحن نحن بالفصل ستتحسن الأمور سيعود قصم من السياحة سيعود موسم العيد الكبير وموسم كريسمس وبالتالي هؤلاء موسم السنة الصينية ممكن هذا يساعد على عودة الثقة وعودة الصرف يعني لا ننسى أن استهلاك استهلاك الأفراد واستهلاك الشركات هو أهم حافظ للنمو الاقتصادي في الكثير من الاقتصاديات العالمية وما حدا يستهلك إذا عنده خوف من المستقبل وإذا ما في ثقة وبالتالي بدنا تتعرف هذا الجواب بدك تشوف العالم هل العالم متخوف كثير من المستقبل وخايفين ما تيجي موجة تانية من الوباء طبعا هذا الشيء سيرتبط بمدى سرعة الحصول على دواء وعلى فاكسين إذا لقينا دواء ولقينا فاكسين هلأ أكيد الدواء سنجد قبل الفاكسين إن شاء الله نجدهم بمستقل سريع لكن إذا لقينا دواء أو فاكسين أو اثنين فإذا المستهلك والمستثمر سيرتاح وحتعود السئة وحيرجع العجلة الاقتصادية تتفرع يعني مثل ما قال رئيس منظمة التجارة العالمية نحنا ما عنا مثل ما صار بسنة 2008 مشكلة بنيوية بتدهور وانهيار المنظومة المالية الدولية نحنا عنا وباء قطع أوصال المطار خفف المطار يبرم وبالتالي لما حنحل مشكلة المرض حيرجع المطار يبرم ما عنا مشكلة بالمطار المطار اللي بده يدور لنا الاقتصاد سليم وموجود بده دعم هذا الدعم سيأتي من السياسة النقدية من المصارف المركزية سيدخ سيولة سيأتي من الدولة ستعمل إعفاءات ستعطي مصاري سيأتي من المؤسسات الدولية سندوق نقد الدولة واحد تريليون دولار واحد تريليون دولار مستعد بسرعة 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 طريقة ممكن يوزعوا المصاري على الدول التي طلبت مساعدة منه إن كان لتقدر تقاوم المرض وتجيب الأدوية وتجيب هذا أو إن كان لتدفع المؤسسات حتى ما تسكر أو لتستورد المواد الأولية الأساسية كله أي متى منقدر نرجع نفتح أمريكا بلاشت أمريكا بتبلش نحن مبدئيا بالشرق الأوسط متوقع أنه من هلأ لحزيران تدريجيا معظم الشركات تفتح هيبقوا مانعين التجمعات الكبيرة وال و لكن متوقع أنه من إتداء من حزيران حيكون في القدرة على التحرك بشكل أوسع القدرة على الإنتاج القدرة على ستفتح ترجع عيد المطارك هذا كله بتأثر هل سيجينا إصابات جديدة أو تمكننا من احتواء للمرض لما يصير في احتواء للمرض التوقع النمو سيكون ضغري بالسامستر اللي بعد شكرا شكرا طبعا أنا شاف أسئلة كثيرة عمالة تيجي والدرجة ما مش عارف إذا كنا هنلحق نجواب على كل الأسئلة دي والأسئلة جاية من فريق شباب المعرفة في الأردن وفريق المعرفة في مصر احنا بنشكرهم جدا على حضورهم متفاعلهم معنا يعني وإن شاء الله تفضلوا كده دايما متفاعلين معنا ودايما تأدوا دوركم في المجتمع الأردني والمجتمع المصري السؤال اللي جاي خاص بالعملات واللي هو ماذا بخصوص أسعار صرف العملات والتحول للعملات الرقمية وما هو تأثير الأزمة على سلة العملات دكتور خلب في عجالة عشان الوقت أنا مش مقتنع عنه الحديث أنه هناك نظام عالمي جديد للعملات وفي تخوف وفي رهدة من الانفكاك عن عملة جديدة اليوم ما زال النظام العالمي النقدي ما زال قوي نعم هناك دور مهم للعملات الافتراضية والتبادل على المحافظ الإلكترونية وما شابه هذا صحيح لكن هذا لا يعني أننا دخلنا الآن في نظام نقدي جديد بقدر ما أننا دخلنا بآليات تسويات مالية جديدة نعم يمكن دخول اليوان الصيني إلى حزمة الاس دي آر حقوق السحب الخاصة بالآين أف هذا شيء جديد صحيح لكن هذا لا يعني أننا انتقلنا بسبب كورونا إلى نظام عالمي جديد فيما يتعلق بالنقد والتسويات المالية التحويلات ستبقى كما هي العملة الرئيسية في رأيه في الأجل المتوصف والقصير سيبقى الدولار ولكن طبعا التحولات المستقبلية نعم ستغير من هذه القضية ولكن ليس الآن بسبب COVID-19 أننا أمام نظام نقدي وإنما أمام آليات تسوية جديدة في سؤال برضو ما هو سر قدرة الدول على إعادة الثقة لنفسها والاقتصادها هل هو إعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد هل التغيرات الإيجابية في الطبيعة وقدرة الأرض على الاستمرارية بالإنتاج وبكميات أكبر ستقلل من التضخم وهل هناك فرصة للدول بأن تحصل على حصص السين من الإنتاج بسبب تغيرات في سياسة بعض دول وبالأخص أمريكا دكتور خالد زريمة تجاوبها لكن خلينا أقول نعم أنا حنيف مع دكتور أستاذ زريمة بعد حضرتك طيب خلينا أقول باختصار كلمتين حسن إدارة الأزمة يعني الإجابة كلما سطعت الدولة أن تحسن من إدارة الأزمة تستطيع أن تخرج بخسائر أقل أنا متفائل من أجل ذلك لأنه اليوم العالم قرر أنه سيتعامل مع هذه الأزمة بحدية وبشفافية عالية وأن يخرج منها يعني كل العالم قرر أن يخرج منها وقرر أن يستمر في التجار والتبادل التجاري وتسوية العلاقات اليوم الأردن مثلا 80% من احتياجاته القدائية من الخارج لا يستطيع أن يغلق على نفسه وهذا الأمر لكل الدول حتى الصين 97% من حاجتها من الطاقة من خارجها وبالتالي اليوم العالم كله يعمل كخلية للخروج والعودة للانفتاح مرة تاني لن يقبل العالم أن يكون COVID-19 هو يأخذ الاقتصادات العالمية كرهينة ويمنع الحركة والتجارة الخارجية أستاذ ريمة تعقيب حضرتك شكرا الحقيقة أنا اللي بدي يزيد أنه طبعا كان فيه تخوف بالمراحل الأولى من الأزمة لما بلشت الدول تتطلع وتكتشف أنه هالاعتماد المفرط على الصين لما سكرت الصين وكان بعدنا ببداية الأزمة يعني بعدنا نحيي نحنا بجانيوري فبروري كانت العالم مفتكرة أنه هيدا سيتحول لوباء ويروح لكل العالم فأن الصين بعيدة إلى آخر أول ناس تشعروا بالإمباكت هن الناس اللي بتصير معظم عملياتهم الإنتاج بالصين فحثوا قديش فيه خطر نحنا على طول منقول نحنا على طول منقول أنه مضحط كل الأجز بيسلي وحدة وبالتالي فيه هنالك يعني هيثير فيه هنالك نقذة مفرط على مصدر واحد لكن هل هل سيؤدي أنه ولا ممكن الدول خصوصا دول مثل الأردن المتوسطة والصغيرة يكون عندها سيفيشنسي يعني اكتفاق ذاتي كثير كثير صعب بالدول العديدة يمكن دولتين بالعالم تقدر تعمل اكتفاق ذاتي الصين أكيد يمكن إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذا ناخد كل كأيوك بلد واحد لكن والدول الآخرين والأخر ما تعمل يعني وهذا الاتفاق الذاتي لا ننسى لأنه لأنه سيكون عندك إنتاج غير قابل للتنافس تحت تحت تحجة الاكتفاق الذاتي تكون بدعم قطاعات غير قابلة للحياة لأنه لا لدي القدرة أن تتنافس وبالتالي هذا سيأمل تأثير كلفة زيادة ونوعية أسوأ وبالتالي أنا من أشخاص الذين يؤمنوا بمبدأ لازم كل واحد الذي لديه قدرة تنفسية بإنتاج معين بناء على موارده المحلية وطريقة استخدامه للرسورس أنه هذا الشخص يتخصص ويصير فيه تجارة يعني هذي نظرية الـ الـ لكن طبعا هناك لازم يكون هناك اهتمام بالمنظومة الغذائية الأمن الغذائي يعني لازم يكون لديه مخزون معين من القمح من السكر إلى آخر والحقيقة والحقيقة آخر تقرير طلع أنه الحمد الله العالم المحاصيل الزراعية هذه السنة كتير منيحة بتكفي لكل العالم وبتزيد ويمكن كمان تزيد لأنه ما حيكون فيه إنتاج صناعي بيتطلب هذه الأشياء الغذائية وبالتالي ما عندنا مشكلة فإذا الدول ما بلش تتسكر وكل مين يخلي كل المخزون عنده وحافظوا على السلسلة الغذائية مع مشكلة وأنا بس بحب أذكر أنه في 22 أبريل هذا الشهر بالWTO بناء على طلب كندا صار في سيركوليشن لستيتمن طلعوه أبرز المستوردين والمصدرين للغذاء بالعالم وعملوا بلدج يعني عملوا ما 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 بعد اسمه بالعربي يعني استفقوا وحطوا حطوا أنه نحن من نمثل 63% من الصادرات الزراعية والأجرو فود وخمسة 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 بالمئة من المستوردين نقول أننا لن نأخذ أي إجراء يعيق التجارة وسنحافظ على سلاسل الإمداد ولن يكون هناك تذبذب بالأسعار ولن يكون هناك أي نقص وسنساهم بالمحاقظة على الأمن الغذائي للدول كافة هذه الدول الأستراليا البرازيل كندا تشيلي كولومبيا كوستاريكا الاتحاد الأوروبي هونغ كونغ تشينا جابان كوريا ملاوي مكسيكو نيوزيلي بارغوي بيرو قطر سنجابور سويسرا تايوان تقدروا وتحصلوا عليها السرين زميلتنا هتبعتها لكم إن شاء الله بعد الجلسة وتبقى موجودة متاحة لحضراتكم في سؤال جاي إيه هي المهارات اللي إحنا المفروض نتعلمها دلوقتي عشان نبقى مستعدين لسوق العمل في مهارات كتير منها مهارة استخدام التكنولوجيا مش استخدام التكنولوجيا اللي هي الفيسبوك وتويتر لا المهارة التكنولوجيا المعرفية إن انت ممكن على سبيل المثال أيضا مهارات اللغوية مهارات التفكير النقضي مهارة حل المشكلات مهارة التفاوض كل الحاجات دي مهارات هتبقى مطلوبة أو هي مطلوبة فعلا لسوق العمل في المرحلة الجاية في سؤال جاي هل تعتقدون أن العالم استطاع إدارة أزمة الوباء أم أن الصدمة كانت أكبر من استيعابة دكتور خالد لا بالضرورة اللي احنا نشوفها على هذا الواقع هناك قدرة على الإدارة وأنا بأعتقد ليش احنا متفاقلين يعني ليش مجول احنا اليون من دخلنا الإنعاش ولكن ضالعين إلى الانتعاش لأنه أنا بأعتقد كل دول العالم كانت جادة في التعامل مع الوباء واليوم أنا بأعتقد أنه يمكن زي ما حكت أستاذ ريمة في مع منتصف هذا العام ستبدأ الدول إما بشكل V تعود بسرعة أو بشكل U تعود بشكل أبطأ ولكن الجميع سيعود إلى العمل حتى مع وجود تابعات بسيطة للوباء هنا وهنا في سؤال هل قرارات بعض الدول مؤخرا بالتعاوش وإنهاء الإغلاق التام سيساهم في الحد من تدعاوات كورونا مع العلم أن ذلك من الممكن يؤدي لزياد عدد المصابين وفي هذا الإطار هل يعتبر هذا القرار صائب دكتورة خليمة يعني الحقيقة العودة للعمل ضرورية مثل ما قال دكتور خالد وزني لكن العودة للعمل بشكل سيف يعني مثلا بشكل تدريجي وبالإبقاء هذا كل بلد حسب قدرة الاستيعابية للمستشفيات يعني بالنهاية نحن بعدم موجود الشغلتين اللي ذكرتن دواء وطعم نحن بدنا نتعايش مع الوباء كيف نتعايش مع الوباء بالعودة التدريجية يعني قد نعود إلى العمل لكن نحافظ على وبالتالي مثلا نحن بلبنين عاملين وعملين بشكل أنه عدنا إلى العمل ولكن عم نحاول قد ما فينا أنه نكون مستعملين الاشياء اللي الحمائية إن كان عبر الكمامي أو إن كان عن بلغسل اليدين أو إن كان عبر عدم التجمع بشكل قد يؤدي إلى انتشار الوباء هايدي من ناحية أولى من ناحية تانية عم نزيد عدد الفحوصات وبالتالي طالما الوزارة الصحة عم تقدر ترائب التطور وعم تقدر تاخد الإجراءات المناسبة لأن تكون قادرة تستوعب زيادة الأعداد ولما بتصير واصلة لما قادرة تستوعب زيادة الأعداد ساعتها بترجع يمكن تاخد إجراء تباعد أكتر أو إعادة إغلاق إلى آخر فهذا يعني للمستقبل ببين طبعا الفتح في حال تصاعد أكيد مؤذي لأن الأولوية دائما دائما هي للحياة الإنسانية وليس للاكتصاد هيدا شي الكلمة تفق عليه الأولوية هي لتخفيض عدد الوفيات لذيادة القدرة للمستشفيات على المعالجة أكبر عدد وعدم يعني وعدم تسبب بفشل المنظومة الصحية وهذا الشي بيأثر على كل بلد يعني الحمد لله نحن بلبنان لحديث هلأ الاحتواء المرض كان ممتاز ومشين هيك قدرنا أن ننتقل للمرحلة التانية اللي هي العودة التدريجية إلى العمل في حال حيضلون يراقبوا في حال صار فيه هناك ارتفاع غير منتظر بالإصابات يجب العودة إلى الإغلاق وبالتالي الحياة الإنسانية أفضل يعني عندها أولوية على اللي حقين نرجع نعمل العودة للحياة والنمو الاقتصادي أظن هذا هو الشيء الذي يحدث بكل دول العالم حتى بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس ترامب مستعجل إذا لم يكن تنزل الحالات لمدة أسبوعين متتاليين لا يمكن العودة للعمل حتى بالولايات المتحدة الأمريكية يجب هذا أن الولايات يكون عندها انخفاض بعدد الحالات بشكل متتالي لمدة أسبوعين يمكن العودة شكرا شكرا أستاذ ريمة يمكن فيه سؤال مشترك جاي مرتين على هل بعد الأزمة يجب أن نهتم بالقطاع الزراعي أكتر من القطاع الصناعي عشان الدول التي تنتج غزائها هي أكثر أمانا في ظل الأزمة دكتور خالد بالضرورة لا طبعا الأزمة أوضحت أهمية قطاع الزراع بمفهوم الشامل لما الزراع التقليدية ولكن رابط هذه القطاع مع قطاع الصناعة هو الأساس يعني القطاعين لازم يشتغلوا مع بعض لكن لازم نعي دائما ليش العالم ما يقدر يغلق على نفسه لأنه دائما هناك دول فائد ودول عجز وبالتالي التبادل التجاري يجب أن يبقى مستمر الاهتمام بالزراعة شيء جيد لأنه نحط القطاع على مستوى أعلى مكان عليه في السابق لكن هذا لا يعني أن القطاعات الأخرى غير مهمة بل بالعكس قطاع الخدمات اللوجستية اللي بيخدم التبادل التجاري ونقل الزراعة وتحويلها إلى أغذية أو مواد إذائية كلها هي تشتغل مع بعضها لكن مرة أخرى فتاع الزراعة أصبح على رأس القائمة وله أهم في النهاية أنا بطلب من الحضور في سيرفي موجود عشان أنسب معاد للسيمينار بتاعنا هل في نفس الموعد ولا بعد الفطار أرجو أنه حالكم تجاوبوا عليه عشان نقدر نرتب موعد للسيمينار للويبينار الجاي إن شاء الله وإحنا أسفين على التأخير اللي حصل النهاردة وإن شاء الله نتفدى في المرات الجاية أنا بشكر دكتور خالد الوزني وأستاذ ريمة على مدخلاتهم وإن هما شرفونا النهاردة وبشكر كل الشباب الحضر والخبرة اللي موجودين معنا وخاصة فريق شباب المعرفة الأردني وفريق شباب المعرفة المصري بطلب منهم إن هما ينقلوا هذا الكلام لزميلهم لأن الهدف هو نشر المعرفة وأخيرا بشكر طبعا فريق مشروع المعرفة أنتوني وستفاني والسيرين وديانا وإن شاء الله نتقابل فيه وبنارات تانية شكرا لكم وأي فيدباك موجود عن لكم ممكن تقدروا تتبعثوا للسيرين وعلى أي موضوعات أنتم حابين ممكن ننقشها كمان في المرات الجاية اتشرفت نار آخر إن شاء الله شكرا دكتور خارج شكرا أستاذ ريمة شكرا دكتور هاني وبضم صوت إلى صوتك شكرا لفريق كله في فريق المعرفة الشباب كلهم تحياتي لكم جميعا شكرا أستاذ ريمة شكرا دكتور هاني شكرا 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 لحضرتكم شكرا شكرا شباب وشرفتون شكرا